ومسائل خير يا سور مسائل خير عليك أحمد ومسائل خير على حضراتكم والحقيقة أنه مباراة بالميراس بكرة مع النادي الأهلي لا تقل أهمية طبعا عن مباراة بارن ميونيخ آه ممكن مش بصعوبة فريق فيه ليفاندوفسكي وجنابري وألفونسو ديفيز وغيره ولكن مباراة صعبة جدا وده بطل أمريكا الجنوبية ومعروف قد إيه هو عنده أداء كبيرة عنده عناصر كبيرة واللعيبة يعني مهاراتها عالية جدا ومدرسة مختلفة تماما ولكن الجمهور اللي كان كله طموحه أو عنده طموح كبير قوي أن فريقه يكسب مباراة بارن ميونيخ أكيد مستني تحقيق البرونزية أكيد مستني أنه الجيل ده يحقق إنجاز عمله جيل 2006 لما خد الميدالية البرونزية مونزيال الأندية مستنيين مباراة كبيرة من النادي الأهلي أكيد ومن الفريق وده للحقيقة اللعيبة يعني بتتعاهد عليه مع بعض يمكن كابتن الشناوي كان بيتكلم أنه هدفهم هو الفوز بمباراة بكرة وأنه صفحة بارن ميونيخ اتقفلت ولكن كل التفكير دلوقتي إنه إزاي نرجع بالمركز التالت أو الميدالية البرونزية هنفضل دايما في ظهر فريقنا هنفضل دايما مش بندي ودننا للكلام اللي بيتقال إنه مدرب بعد محقق نجاحات كبير ومخسرش ولا ماتش ولا مباراة مع النادي الأهلي من ساعة ما ميسكوا سواء في أفرقيا أو في الدوري وأول مباراة يخسارها كانت قدام عملاق أوروبا بارن ميونيخ اللي هو قدر أنه هو يكسب برشلونا 8-2 قدر يكسب حريس سان جيرمافن هاي شامبيونز ليج قدر يتخطى يعني عمالقة أوروبا الناس كلها أو الناس كتير بتنتقد أنه ده خسر خلاص خسر قدام بارن ميونيخ فأكيد إحنا مش بندي ودننا للناس دي للحقيقة أي حد بيتمنى حاليا إنه هو يكون مكان النادي الأهلي وبيشرف الكرة المصرية والإفريقية عالميا